لكل من يريد بدء البيع على موقع A-B يجب أن يعرف أنه يوجد نوعين من المتاجر على الموقع متجر عام و متجر مخصص لفئة منتجات معين وفي هذا الفيديو سنتعرف على حسنات و سيئات المتجر المخصص متجر الذي يعمل على نيتش معين متجر مخصص عبارة عن متجر يختص ببيع منتجات لفئة معينة من المنتجات يمكن أن يكون لفئة واسعة لنفترض متجر لمستلزمات التجميل ويمكن أن يكون لفئة محددة أكثر لنفترض متجر لبيع مستلزمات التجميل الشعر فقط حسنات المتجر المخصص هي أولا التخصيص في المتجر سيظهر فقط منتجات لفئة معينة وبالتالي المتصفحين بالموقع سيعرفوا أنك متجر مختص في هذه الفئة وكل مرة سيفكروا بالمستقبل بشراء منتج مختص بفئتك سيفكروا بك و سيشتروا منك فالتخصيص يجعلك شخص معروف لدى المشتريين كتاجر مختص في مجالك مثال أنا لدي تاجر محفوظ في قائمة التجار المفضلين لدي وعرفته كمتجر الملابس المفضلة وكل مرة أريد شراء ملابس أشتري منه ثانيا تكبير سلة المشتريات بسبب العذاقة المباشرة بين جميع منتجاتك سيزداد احتمال شراء كمية كبيرة من المنتجات لكل بيحة واحدة فجميع الأحصائيات تقول أن إذا نعمل في مجال مخصص سيزداد عدد المنتجات في سلة المبيعات مثال إذا امرأة ستشتري كريم لتبييض البشرة احتمال كبير ستريد شراء سفنجة أو فرشال للكريم أو كريم لليدين أو للعيون فهذه إحدى الميزات التي نراها في المتاجر المخصصة ثالثا تسويك المنتجات في المستقبل كل شخص يشتري منك على المتجر يمكنك إرسال له كوبون أو حمل التخفيض لمنتجات أخرى في متجرك كما ذكرت بسبب العلاقة المباشرة في جميع المنتجات احتمال كبير المشتري سيستغل التخفيض ويتحمش لصراع منتجات أخرى إذا لنفترض اشتريت الآن هاتف آيفون وعرضوا علي غطاء للهاتف بنسبة تخفيض معينة فاحتمال كبير سأشتري الغطاء بسبب التخفيض وبسبب علاقته المباشرة مع الهاتف أما بالنسبة لسيئات المتجر المخصص أولا كمية المنتجات محدودة بسبب تعاملنا مع فئة معينة فإن كمية المنتجات ستكون محدودة نوعا ما ولا يوجد كمية كبيرة من المنتجات التي يمكننا بيعها على المتجر ثانيا زبائن محددين أيضا بسبب أننا نتعامل مع فئة محددة فليس الجميع سيحب هذه الفئة أو يحتاج شراء منتجات من هذه الفئة فإن الزبائن في المتاجر المخصصة محدودة أيضا نوعا ما ثالثا البحث المستمر بسبب قلة المنتجات سنكون في بحث مستمر عن منتجات أخرى لإعلانها في المتجر المختص بفئة معينة فهذا يتطلب جهد ووقت منه المتجر المخصص هو إمكانية ممتازة لكل من يريد بناء علامة تجارية مخصصة في فئة معينة ركزوا على خدمة زبائن مهنية على المتجر وركزوا على تصويق المنتجات بطريقة صحيحة وأنا متأكد متجرك سينجح وسؤال لهذا الفيديو هل اخترت أن يكون متجرك متجر عام أم مخصص ولماذا؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك ولا تنسى الاشتراك بقناتي الأكاديمية لتعلم ربح المال من مجال التجارة الإلكترونية وتضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة